وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع للإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 424 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 92.5 من مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 65 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 26.5 طن أما في مجالي قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضايا من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت قرابة 10 أطنان قمح محلية اشتركوا في القناة